موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوين ماكرون يعتبر أن قمع الفلسطينيين لن يحل صراع الشرق الأوسط واشنطن تعلن مساندتها لاستقلال الكنيسة الأرثوثوكسية الأوكرانية والأمين العام للناتو يدعم خيار أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف أهلا بكم قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منتقدا بذلك سياسة نظره الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية وأكد الرئيس الفرنسي أن لا بديل معقول للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع القدس عاصمة لهما وقال مصدر الرئيسي الفرنسي إن ماكرون قال لترامب خلال محادثات جرت بينهما يوم الاثنين إن سياسته بوضع كل الضغوط على الفلسطينيين ليست مقبولة ولا بد من إيجاد حل ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السلام المشروع لا يوجد بديل معقول للحل القادم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع القدس عاصمة لها قال الأمين العام لحلف الناتو ينسى ستولتنبرغ إن الحلف لا يحتاج لطلب إذن من روسيا لانضمام أوكرانيا إليه جاء ذلك في تعليقات له لصحفة أسوشيتد بريس قبل لقائه مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافرو في نيويورك على هاميشي لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالث والسبعين ستولتنبرغ عبر عن قلق هزال عدوان الروسي في أوكرانيا ودول أخرى كما أكد في الوقت نفسي أنه لا يريد عودة الحرب الباردة بين الحلف وروسيا داعيا إلى استمرار الحوار بين الجانبين أوكرانيا وحدها هي التي تستطيع تحديد مصارها سواء كانت تريد الانضمام إلى حلف الناتو أم لا وبعدها سيقرر الأعضاء إذا ما كانت أوكرانيا قد أوفت بالمعايير اللازمة للانضمام إلى الحلف حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس في افتتاح عمال الدورة الثالث والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة من تزايد وطيرة الفوضى في ظل احتمال انهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين ومن تراجع القيم العالمية والمبادئ الديمقراطية وأولى جوتيرس اهتماما خاصا بقضية التغييرات المناخية والهجمات السبرانية عن المناقشات التي تدور في الأمم المتحدة تطلعنا مراسلتنا يوليا بوشكو من نيويورك اجتمع في هذا المركز الإعلامي في نيويورك مئات الصحفيين من جميع أنحاء العالم وهم ينتظرون الأخبار السياسية الساخنة إذ بدأ في مقر الأمم المتحدة أسبوع المناقشات السياسية الرفيعة المستوى ومن المتوقع أن يشارك رؤساء أكثر من مئتي دولة فيها بما فيها أوكرانيا يترأس الوفد الأوكراني رئيس أوكرانيا بيترو بارشنكو ومن المقرر أن يلقي خطابه بعد ظهر السادس والعشرين سبتمبر وهذا أقرب إلى منتصف الليل بتوقيت كيب ومن المتوقع أن يكون الوضع في منطقة الدنباس المحتلة بشكل مؤقت والقرم المضموم الموضوع الرئيسي لخطابه الرئيس الأوكراني شارك عشية الحدث في لقاء رفيع المستوى طال مسائل حفظ السلام وذكر مرة أخرى لما إرسال بعثة حفظ السلام إلى الدنباس أمر ضروري جدا ولما تعيقوا روسيا ذلك ثق عدد ضحايا هذا النزاع خمس وثلاثون ألف شخص عشرة ألاف شخص منهم قتلوا وأنا على يقين من أن بعثة حفظ السلام المتعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة لها هدف وحيد ومحدد بوضوح وهو يتمثل في استعادة أوكرانيا لسيادتها وسلامة أراضيها ويمكن أن تكون عاملا حاسما في وقف معاناة الشعب الأوكراني ونعتقد أنه لا وجود لطريقة أفضل من تفعيل هذه العملية مع تفويض كامل من الأمم المتحدة روسيا تعارض لأنها تخشى فقدان السيطرة بعد ذلك على المسلحين أحد الموضوعات الرئيسية للدورة الثالثة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة هو العمل للحفاظ على السلام وتعود هذه المبادرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش وهو تحديدا من أعلن في خطابه عن أنه من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على السلام حيث يلوح في الأفق تهديد لبداية سباق جديد على الأسلحة النووية أولئك الذين يرون في جيرانهم تهديدا يمكن أن يولده بأنفسهم دون أن يدركهم ذلك أولئك الذين يغلقون الحدود أمام المهاجرين يلعبون فقط لسالح المهربين أولئك الذين يحاربون الإرهاب يهملون حقوق الإنسان وبدل القضاء على التطرف يصبون الزيت على النار تقليديا ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالرغم من أن خطابه لم يحتوي على كلمة دعم واحدة لأوكرانيا ولكن كم هي عظيمة رسالته الموجهة إلى برلين حول عبثية مواصلة بناء السيل الشمالي إثنان الاعتماد على مورد أجنبي واحد يجعل البلاد عرضة للابتزاز والترهيب نحن ممتنون للبلدان الأوروبية مثل بولندا التي قامت ببناء خط أنبيب البلطيق حتى لا تعود الدول تعتمد على روسيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة ستصبح ألمانيا معتمدة بشكل كامل على الطاقة الروسية إذا لم تغير مسارها على الفور ستستمر المناقشات السياسية الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة لمدة أسبوع وستنتهي في الأول من أكتوبر إلى شرق البلاد حيث تعرضت مواقع الجيش الأوكراني في الدنباص اليوم إلى هجوم من قبل المسلحين الموالي للوسيا وذلك باستخدام قاذفة القنابل والأسلحة الخفيفة الهجوم كان في بلدة كريمسكي في مقاطعة لوهانسك بينما أعلنت قيادة القوات الموحدة أنها لم تسجل استخداما للأسلحة الثقيلة قصف العدو مواقع القوات الموحدة بالقرب من كريمسكي من قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة الأسلحة الثقيلة لم تكن تستخدم كما لا يوجد خسائر في صفوف قواتنا وبينما خيم الهدوء اليوم على مناطق الصراع الشهد اليوم الماضي إصابت خمسة جنود أوكرانيين بجروح وذلك في 24 انتهاكا للهدنة قوات الاحتلال الروسية استخدمت في اعتداءتها الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك ووفقا لقيادة القوات الموحدة فإن العملية العسكرية الأكثر نشاطا كانت بالقرب من جنوتوفو أين استخدم الموالي لوريوسيا قذائف الهون وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة قال رئيس الأوكراني بيترو بورشانكو أن أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالهولودومور كإبادة جماعية للشعب الأوكراني على مستوى لجنة الكونغرس وخلال اجتماع مع الجرية الأوكرانية في نيويورك شكر الرئيس الأوكراني جهودهم في مسألة الاعتراف بالهولودومور الذي شهدته أوكرانيا بين عامي 32 و 33 و 3900 ألف كإبادة جماعية وفقا لرئيس الأوكراني فقد أصبح الهولودومور مرادفا لمأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل هذا وفقا للمحهد الأوكراني للذاكرة الوطنية فقد توفي ثلاثة ملايين وتسعمائة واحد واربعون ألف أوكراني نتيجة المجاعة الإستنعية أنا ممتن جدا لكل واحد منكم على بدل جهود كبيرة في مسألة اعتراف 12 ولاية على المستوى المحلي بهذه المأساة على أنها إبادة جماعية والآن نحن ننتظر أن تعترف لجنة الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية بالهولودومور على أنه إبادة جماعية في موضوع آخر جرت القوات المسلحة الأوكرانية منورات تكتيكية لصدي وردعي العدوان في منطقة بحر عوزوف التملينات شارك فيها عناصر من حرس الحدود وقوات البحرية ويأتي الهدف منها الإبقاء على جاهزية القوات المسلحة والحفاظ على المستوى العالي من التدريبات التي استخدمت فيها العربات المدرعة والدبابات نحن مستعدون لتدمير العدو في المناطق التي تتركز فيها قوات الإنزال عند نقاط الهبوط على السفن وعند المعبر البحري عند الاقتراب من الشاطئ وتشكيل الموجات البرمائية في وقت الهبوط المباشر وبعبارة أخرى فإن نظام تدمير النيران المتكامل مصمم لصد الهجمات من البداية ونحن نتصور الإنعكاس والهجوم الجوي عرضت قوات البحرية الأوكرانية شريطا مسجلا يظهر الاستفزازات التي تمارسها البحرية الروسية بحق السفن الأوكرانية في بحر أزوف التسجيل يكشف عن محادثات بين طاقم زورق روسي من نوع ماغنوس وسفينة خفر السواحل القرم حيث حاول الزورق الروسي الاقتراب بسرعة كبيرة من السفن الأوكرانية في المياه أو في مياه بحر أزوف إلا أن طاقم الزورق الحربية الأوكرانية لبني وكريمينشوك أجبرته على الابتعاد عن موقع سفينة البحث والإنقاذ الأوكرانية الضنباس والقاطرة البحرية كورتيس ويذكر أن الزورق الحربية الأوكرانية قد وصلت إلى ميناء ماريو بول قادمة من أوديسا حيث ستخدم في القاعدة البحرية الأوكرانية المزمع إنشاؤها لضمان الأمن في منطقة بحر أزوف وفي شأن المتصل أعلنت قيادة خفر السواحل الأمريكية عن تسليم أوكرانيا الزورقين من طراز آيلاند وسيقوم بهذه المناسبة في بلتامور الخميس المقبل حفل تسليم الزورقين بحضور نائب قائد خفر السواحل الأمريكية مايكل ماكلاستر والرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو هذا وكان مجلس الوزراء الأوكراني قد وافق في الثاني عشر أيلول سبتمبر على تزويد أوكرانيا بهذه الزورق وذلك في ظل تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا في منطقة بحر أزوف في موضوع آخر أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مساندة الولايات المتحدة لاستقلال الكنيسة الأرثوثوكسية الأوكرانية عن الكنيسة الروسية وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية في بيان أن الولايات المتحدة تحترم قدرة الزعماء الدينيين الأوكرانيين وأتباعهم على الاستقلال وفقا لقناعاتهم الدينية والقيام بمهامهم بشكل متناغم وفقا لمعتقداتهم كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا وتدعم وحدة أراضيها الولايات المتحدة تحترم قدرة الزعماء الدينيين الأوكرانيين وأتباعهم على الاستقلال وفقا لقناعاتهم الدينية والقيام بمهامهم بشكل متناغم وفقا لمعتقداتهم ختام نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا على حسن المتابعة ودومتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة